دايماً الشيخ الإسلامي ابن تيمية بيتعرض لهجوم شديد إنه هو يعني الرعي الأكبر وصاحب الأفكار الجهادية هل بدأتفق مع الطرح ده ولا ضده؟ لا أنا ضده يعني رغم إنه هو ابن تيمية بتاخد بدنه كل المختطفات والحاجات الأدلة اللي هي بتعملها ده يا عشو القاعدة وهذا التنظمات لكن خلينا حالة ابن تيمية نفسها ابن تيمية بيوفتي من أجل الوطن هم أخدوا الفتاوى دي بتاعت ابن تيمية وخدوها على حرب الوطن ضد الوطن وضد الدول ولجالك ابن تيمية الزرم معه أيام ابن تيمية كان فيه غزو للتطار والتطار للأسف لما كانوا بيفوقوا من الخمر واخلافه كانوا بقاتل المسلمين كده من غير حاجة كده بيستلوا بقاتل المسلمين والمسلمين كانوا للأسف في حالة من الاستكانة بشكل غير طبيعي لدرجة ان هم كانوا لما يجيوا لهم عيش السيف هروح اجيبوا وجه السيف استنون هنا يستنون ويجي اطعر أبيهم فابن تيمية كان ليه أقوال ساعتها ضد هؤلاء في ظل هذه الظروف ليس إلا فما ينفعش النهاردة أجنئل الكلام ده للوضع اللي احنا فيه لكن للأسف هؤلاء يقرؤون فقط فقط الجمل التي تريحهم ليس إلا ترجمة نانسي قنقر